تعالوا بقى نروح لحاجة مهمة جدا في ناس أصحاب مشاريع منها مثلا مشروعات المزارع السماكية احنا هل نتكلم بقى على الناس المشروعات الخاصة من حق اي حد يعمل مشروع خاص؟ آه بس هل من حقه يعمل المنظر اللي هتشوفه معايا ده دلوقتي حالا؟ بصراحة يعني أنا بعض الفيديو ده وانا متحفز بس في النهاية رسالتنا لأصحاب المزارع للناس اللي من المفترض انها الناس بتأمنها على اللي بتاكلوا تعالوا نشوف بصراحة أصماك من الصرف السحي المواطنين الحكومة نايمة في العسل أصماك من الصرف السحي بصراحة أصماك هذا شكل الصرف السحي الصرف السحي جبلانة طزرات الأسماك يعني ليس دفاعا بقى ولا تبريرا ولسنا يعني من هؤلاء وأنتم تعلموا عننا ذلك بس هل حد اشتاكل الحكومة أو الحكومة ما عملتش حاجة زي الرجل اللي بيتكلم في الفيديو هل حد عرف المكان ده وراح بلغ عنه قال إيجابة لأ احنا حد دلوقتي بنتكلمه بس لو حد خد إجراء وراح لمدرية الصحية لمدرية الباطارية للمحافظ شور أنا متأكد تماما هيبقى فيه إجراء أنا بصوا متأكد تماما هيكون فيه إجراء تماما تماما إن هيكون فيه إجراء أنا ما حدشتكلم احنا بس بنصوت احنا بس بنصوت الفيديو ده حددوا حضراتكو أي حد شاف حاجة زي كده ودي دعوتنا دايما وبنقولك دايما على أرقام الاتصال سواء برقابة إدارية بنيابة إدارية فيه أرقام بنزحالك دايما تتواصلوا اشتكوا يعني أنا دلوقتي بشتكي أمير والله بيشحن البطارية وحس إن هي عاملة زي قنبلة لها تنفجر كده صوتها عالي قوي فلو حصل حاجة أنا بقولك أمير هو فيديو مستفز بس أيضا عدم وجود رد فعل وعدم وجود فعل مش رد فعل يستفزك أكتر اللي شوف مشهد زي كده فورا يتقدم ببلاغ للجهات المختصة ونواصل تماما إنه يكون فيه إجراء سيتخذ في حال تقديم بلاغ ترجمة نانسي قنبلة